وآخرون جراء تفجير إرهابي انتحاري استهدف مجموعة من المواطنين أمام جمعية دار الأحسان في شارع طالع الفضة بمنطقة باب شرقي في دمشق وأفاد مصدر سوري مسؤول لقناة سما أن إرهابي انتحاري انفجر نفسه بين عدد من المواطنين الذين كانوا يتلقون خدمات طبية وإسعافية في جمعية دار الأحسان التابعة لجمعية الرابطة الأدبية الخيرية ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ثمانية آخرين بجروح وذكر مفد سما إلى المكان أن التفجير الإرهابي أدى أيضا إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المحلات التجارية في منطقة الانفجار وفي تدمر بريف محافظة حمص ضبطت وحدة من الجيش السوري عدة أنفاق كان يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ اعتداءاتهم وتخزين ما لديهم من الأسلحة والذخيرة بعد أن قام الجيش العربي السوري بتطهير منطقة تدمر من عصابات جبهة النصرة بدأت آثار إجرامها وتخريبها وأدواتها تظهر للعيان مع البحث والمتابعة من قبل أبطال الجيش العربي السوري هذه الأنفاق حفرها جرذان الظلام لتساعدهم في تنقلاتهم وليخبئوا بها أسلحتهم وذخيرتهم وليغيروا تاريخ ومعالم هذه المدينة الأثرية التي لطالما تغنت بها سوريا الحرة وفي خط إجرام موازن نطق لسان الإرهابي محمد حرب الرزوق من قرية الرحمنية بريف القصير معترفا بمشاركته بعمليات قامت بها المجموعة المسلحة التي انتمى لها ضد مواقع للجيش العربي السوري شكلنا عدد من مجموعات خمس مجموعات عددون شي مئة مسلح ومعانا روسيات وأربجيات وبقبات عليها الرشاشات دوشكة وهجمنا على الحاجز أدنا عدد من الأساكر أنفاق تكتشف أسلحة تصادر مجرمون يعتقلون وآخرون يقتلون كل هذه إشارات يرسلها الجيش العربي السوري ومن خلفه شعب أبي فكل المؤامرات والعقائد التكفيرية تتكسر عند أعتاب هذه اللحمة بين الجيش والشعب وفي محافظة حما رصدت كاميرا سما مشاهد الخراب والدمار الذي خلفه الإرهابيون في منطقة الخضرية لم يدخل الإرهاب بقعة من الجغرافيا السورية إلا وترك فيها بصماته الملأة بكل شرور الكون من خطة لتدمير الدولة الوطنية السورية مدرسة ابتدائية في قرية الخضيرة بريتي حماه استخدمتها عصابات جبهة النصر الإرهابية مواد غيبائية أرسلت من عدة بلدان إقليمية وخليجية وفي لباسهم العفن ما حيكت خيوطه المسروقة من قبل الجار الشمالية أما أجهزة الاتصال تلك فتدلل على تنسيق أعمالهم الشيطانية وفي أدوات إجرامهم المتنوعة ما تجدد من تنوع أسليب الموت لممارساتهم التكفيرية قنابل يدوية وصواعق وأصابع تي ان تي وسواها الكثيرة عبوات ناسفة على تعدد أوزانها فككتها عناصر الهندسة في الجيش العربي السورية أما خنادق وأنفاق ظلامهم أمست شاهدا متجددا على نقل الأعتدة البشرية المسلحة لقت الأبرياء من الشعب السورية على تعدد وتنوع وسائل تدميرهم البشر والحجر إلا أن عيون الجيش العربي السوري لا زالت شاخصة لإعادة الأمن والأمان لكافة الأراضي السورية بقضائها على عصابات الموت المأجورين من قبل أعداء الوطن إلى ذلك وفي محافظة إدلي باعتدى إرهابيون بالقذائف على فرع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية نحروقات في المحافظة ما ألحق أضرارا كبيرة بالمكان كاميرا سما مشاهدين وقفت على آثار هذا الاعتداء الإرهابي الدمار والخراب تدمير البنى التحتية والمنشآت الخدمية كل ما من شأنه خدمة الشعب والوطن أصبح مستهدفا من قبل مجموعات التكفير وعصابات جبهة النصرة حلقة جديدة من سلسلة التخريب موقع سادكوب وهي الشركة المختصة بتخزين وتوزيع المواد البترولية يتم استهدافها من قبل عصابات جبهة النصرة بعدة قذائف يؤدي إلى اندلاع حرائق ضخمة وأضرار مادية بالمكان وخسائر مادية فادحة بساطة قذائف على المبنى الإداري سمات أكدنا أضرار في تدمير كبير خراب كثير ومعمل الغاز الخزان الكروي والأساسي جيته قذيفي وصار خارج الخدمة حاليا ويكلف ملانين كثير ومات سنقدر الأضرار بشكل نظام الأثار التي خلفها الهجوم واضحة هنا يتم تأمين مادة الغاز لعدة مناطق ليصار إلى توزيعها على المواطنين السوريين هذه الأسطوانات كانت في طريقها إلى بيوت المواطنين في سوريا في طريقها لرفع عبء قسوة الأحوال وحاجة كل بيت لهذه المادة وفي هذه الأوقات بالتحديد يد الإرهاب دائما وأبدا سباقة في حرمان المواطنين من مقدرات وأسباب حياتهم وأدوات قوت يومهم إلا أن الدولة بقوة شعبها وجيشها قادرة على تطهير كل شبر من تراب الوطن من هذه العصابات لتبقى سوريا صامدة وتعود أقوى مما كانت عليه بإذن الواحد الأحد وفي حلب زر محافظ المدينة يرافقه قائد شرطة حلب كل من القاضي عدنان الصلاح وأحد الأطباء والسائقين الذين أصيبوا في الاعتداء الإرهابي الذي طالهم أثناء قيامهم بدورهم الوطني لإصال الدواء والغذاء للسجناء في سجن حلب المركزي شمال مدينة حلب يقف سجن حلب المركزي ببنائه القديم يحاصره من جميع الجهات مثلحون يقطعون عنه الماء والطعام والدواء يستهدفونه بالقذاء في تارة وبسيارات مفخخة تارة أخرى أما القناصة فيحيطون به من جميع الجهات قرر أعضاء فريق طبي وقضائي في الهلال الأحمر بالقيام بمهمة إنسانية ودور وطني تهدف لإيصال الدواء والغذاء للسجناء وإتمام إجراءات إطلاق صراح عدد كبير من السجناء ممن شملهم مرسوم العفو الصادر عن رئيس الجمهورية لكن يد الإرهاب أبت أن تقدم يد المساعدة للسجناء جئنا إلى المشفى لنطمئن على الأخوة الطبيب والقاضي والسائق الذين نالت يد الإرهاب منهم طبعا نحن منذ شهر وأكثر مع المنظمات الدولية مع الصليب الأحمر الدولي مع الهلال الأحمر نسعى لتأمين الغذاء والدواء وتأمين وصول اللجنة القضائية إلى سجن حلب مركزي لكن المسلحين والإرهابيين وليس حالة مسلحة أبت أن تصل هذه اللجنة إلى سجن حلب مركزي تم الاعتداء علينا وإطلاق النار علينا وتصوى بعدد وخمس أشخاص بتهيئ لي من القافلة صابتهم متعددة والحمد لله بالنتيجة كانت الغاية إنسانية والهدف نبيل هو الإشراف على أوضاع السجناء في محافظة حلب في سجن حلب المركزي من هنا نجد أن هناك من هو مصمم على القيام بدوره الوطني على الرغم من الحصار الخانق الذي يتعرض له السجن والقصف المتواصل طلب رئيس مجلس الوزراء السورية دكتور وائل حلقي من الجهات العامة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لمنع أعمال التزوير والاحتيال نظراً لانتشار ظاهرة امتهان بعض الأشخاص تقديم شيكات أو أوامر دفع أو قبض مزورة أو مسروقة إلى أحد المصارف العاملة بغية اختلاس أموال عائدة للجهات العامة مؤكداً ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات الحفاظ على المال العام هذا وأصدر الحلقي أيضاً قراراً يقضي بتمديد التعامل بقساء من محروقات مدفوعة القيمة مسبقاً لمدة ستة أشهر ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء الحلقي خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب السوري عن محافظة اللاذقية أكد أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا تقتضي تكاتف جهود جميع أبناء الوطن لعدف تعزيز قدرات الدولة من أجل التصدي الحرب الكونية الشالسة التي تستهدف الدولة والشعب وأكداً أن الاقتصاد السوري متماسك ومتوازن وأن الدولة مستمرة بخطتها الحد من خفاض الليرة السورية أمام العملات الأجنبية لتعود إلى وضعها الطبيعي لافتان إلا أن الحكومة تتمتلك مخزوناً استراتيجياً من المواد الأساسية من جهتهم أكد أعضاء مجلس الشعب على ضرورة قيام الجهات الحكومية بدورها لضبط الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك أبدت لجنة متابعة الحوار الوطني السوري ترحيبها بعقد مؤتمر جينيف الدولي وأبدت دعمها أيضاً لأي جهد دولي يعمل على وقف العنف والذهاب إلى عملية سياسية شريطة أن تبقى السيادة السورية أن تبقى السيادة السورية مصانة وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر حزب الشباب الوطني العدالة والتنمية أوضحت اللجنة مجريات زيارتها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقالت إن أعضاءها التقوا مع كبار المسؤولين الإيرانيين وفي مقدمتهم سعيد جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وأمير حسين عبدالليان نائب وزير الخارجية وناقش ارتفاع وطيرة الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية الأمر الذي يعمل على تمزيق المجتمع السوري على أسس طائفية وقد أكدت لجنة متابعة الحوار الوطني على مركزية حل الأزمة السورية عبر الحوار الداخلي بدوره أكد الجانب الإيراني على دعمه للحوار والحل السياسي في سوريا كما أكد على وقوفه الكامل مع سوريا من أجل مساعدتها ومساعدة شعبها على تخطي هذا الخطر الداهم بكل الوسائل بيان صادر عن لجنة متابعة الحوار الوطني السوري أجرت لجنة متابعة الحوار الوطني زيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين 22 و 25 من الشهر القالي التقت خلالها عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين وقد تم في هذه الزيارة التباحث في ارتفاع وطيرة الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية هلأ بداية هو المؤتمر لتوضيح غرض الزيارة التي قامت بها لجنة المتابعة الحوار الوطني السوري والتي تضم شخصيات معارضة وشخصيات من أعظام الجي الشعب وشخصيات مؤالية تم في الزيارة سيتم شرح اللقاءات لقاءات على المستويات مع المسؤولين الإيرانيين سواء كانوا مسؤولين في المؤسسة الدينية كالسيد أحسن أختريني في مجمع أهل البيت ومعاونة زيارة الخارجية وكذلك رئيس مجلس الأم القومي الإيراني طبعا نحن كان الوفد مؤلف من أحزاب قوى معارضة وطنية وبعض شخصيات من أعضاء مجلس الشعب من الموالاة الهدف الزيارة هو كان التأكيد على أهمية مشاركة إيران بمؤتمر جينيف أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون بإضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة والضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار وأقر مجلس الشعب السوري أيضا مشروع القانون المتضمن إخضاع المكلفين بضريبة ريع العقارات والعرصات على أساس إضافة نسبة 10% إلى الضريبة النافذة بدءا من تكاليف عام 2014 وما بعد كما يقر مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري اتخاذ العقوبات الرادعة والإجراءات القانونية والإدارية الإغلاق والإحالة موجودا بحق المخالفين أصولا في حالة التلاعب بالأسعار مشددة على عدم التهاون في ضبط الأسواق وأطلبت الوزارة في بيان لها من مديرياتها في المحافظات تجديد الرقابة على الأسواق الداخلية وخاصة أسواق الجملة بغية التقيد بالأسعار المقررة والمواصفات المعتمدة وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية أكد مدير نقل دمشق ياسر محمد أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات والتسهيلات تجاه المعاملات الخاصة بنقل المركبات أبرزها تجديد الترخيص لأي مركبة في أي مديرية نقل بغض النظر عن المحافظة المسجلة لديها وأشار محمد إلى أن هذه الإجراءات خففت الضغط وقللت العديد من المراجعات اليومية على أصحاب ومالكي المركبات أخذت بعين الاعتبار الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وعز المسؤول انخفاض عائدات المديرية إلى تداعيات الأزمة الراهنة إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات أكدت وزارة الزراعة السورية أن قرار وقف تصدير الخضروات حتى العاشر من شهر آب المقبل جاء بناء على اقتراح المؤسسة العامة الخزن والتسويق والتي رفعت المقترحة إلى اللجنة الاقتصادية واعتبر الأصفر أن القرار يهدف إلى توفير الخضروات بكافة أنواعها في الأسواق المحلية الأمر الذي ينعكس على سعرها كما أن القرار دورا بحل مشكلة النقل حيث ستتحول شركات التصدير إلى شحن الخضروات للأسواق المحلية بدلا من تصديرها مشيرا إلى رفع تاجر الوسيط والمفرق سعر المادة في ظل ضعف الرقابة التموينية من جانبه أكد رئيس اتحادي غرف الزراعة محمد كشتو ضرورة أن لا يشمل القرار منع كافة الخضروات من التصدير باعتباري أن بعض الأنواع ليس لها مستهلف محلي عند ثامنة بإذن الله سنلتقيكم مع المزيد وفريق الأخبار السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة